رسمياً وبعد جدل كبير قانون الصحة على طاولة الحكومة الأربعاء المقبل ليعرض بعدها للمناقشة على البرلمان حسب ما كشف عنه وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف على هامش زيارته التفاقدية لولاية تلمسان القانون الذي خلق الكثير من الجدل وأطلق ملفات لم تغلق بعد أن رفضته أغلب نقابات الصحة الشركاء الاجتماعيون انتقدوا مسودة القانون الجديد التي سلمت لهم بعد خيبة أمل كبيرة للآلاف من عمال القطاع الذين انتظروا المشروع ما يقارب الثلاثين السنة بحكم تجاهله للعديد من النقاط والمحاول المهمة في قطاع حساس كالصحة مسودة القانون تجاهلت أيضاً مسألة إنشاء مجلس أعلى للصحة والذي كان المطلب الرئيس لأغلب الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات كما تغضى المشروع الجديد عن مجموعة من النقاط الجوهرية خصوصاً تلك المنبثقة عن جلسات الصحة التي انعقدت في شهر جوان من عام 2013 والتي خالصت إلى إدراج توصيتها في مسودة القانون لكن ذلك وبحسب النقابات لم تأخذه الوزارة بعين الاعتبار قانون الصحة المنتظر عرضه إذن على طاولة الحكومة بعد غدين الأربعة سيثير حتماً زوبعة وسطى مهنية الصحة قطاع نازل يئن من مشاكل عدة ويبحث عن علاج لمرض مزمن